الدراسة بكرة كل سنة ونتو طيبين وعام دراسي جديد موفق إن شاء الله لكل الأسر المصرية لكن الحقيقة نحن داخلين الفصل الدراسي بشوية كده أي تقلبات جوية وفيه ارتفاع في درجات الحرارة في أول أسبوع من العام الدراسي الجديد ونشط للرياح وإعني كلام كده عن أنه الأسبوع حيكون فيه شوية كمان رتوبة خلينا نعرف أكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلام لهاية الأرصاد الجوية وسأل خير على حضرتك يا دكتور ولو تطمينينا كده عن حالة الجو الأسبوع القادم وإحنا لسه كنا بنقول الطلبة بينزروا ستة الصبح وغيرهم كمان من الناس اللي بتشتغل الصبح بدري فتطمينينا كده عن الجو بكرة حيكون عامل إزاي أو كمان خلال الأسبوع اللي جاي دكتور منار مساء الخير طيب لحد ما نعود لاتصال بدكتور منار دلوقتي دكتور حيك سمعيني أنا سمع حضرتك وي أهلا بحضرتك يا دكتور مساء الخير عليك مساء الخير على حضرتك إحنا داخلين على أسبوع في تقلبات في درجات الحرارة تقريبا الدنيا حتبقى حر شوية بالفعل يمكن احنا لسه مستمر معنا ارتفاع ضربات الحرارة 48 ساعة القادمة يعني غدا وبعد غدا لسه ارتفاع ضربات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بسبب تأثيرنا بخطة الهواية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية احساسنا بالتقص خلال فترات النهار أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب أنحاء الجمهورية ارتفاع نسب الرطبة الموجود في الجو كمان يخلينا نحس بارتفاع ضربات الحرارة مع دخول فترات الليل هتبدأ ضربات الحرارة نخفض بشكل ملحوظ خاصة مع وجود مشاط لرياح خلال فترات المساء يقلل احساسنا بالنسب الرطبة ونحس معاه بانخفاض درجات الحرارة مع يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله هتبدأ درجات الحرارة تنخفض تدريجيا يعني الموجة تنكسر من يوم الاثنين يا داكتور بالضبط هتنكسر من يوم الاثنين ويمكن كمان مع نهاية الاسبوع هنحس بانخفاض لأكتر في درجات الحرارة وهيبدأ التقلبات الجوية والتزبز بالكمية هو فصل خريف معروف بالكلام دا يعني شهر اكتوبر الناس ما بتبقاش عارفة تلبس خفيف تلبس تقيل هو يعني موضوع ما بيبقاش محكوم بالفعل فترات المهار وفترات الليل هيبقى فيه اختلاف كبير في درجات الحرارة فترات الليل هنبدأ نحس ببعض البرودة فترات المهار لسه الأجواء هتبقى فيها بعض الحرارة فاحنا هنبقى محترين في نوعية الملابس فلازم ناخذ بالنا بشكل كبير جدا من نوعية الملابس خاصة للأطفال موضوع انه الجو شوية حيبقى حلو ده بالضبط من يوم لتنين يعني فترات الليل هتبدأ نحس فيها بعض البرودة خاصة في الأماكن المفتوحة المناطق استحالية هتبدأ فيها البرودة وهكمل معنا ان شاء الله لبقى أيام الاسبوع يمكن كمان لمطلع الاسبوع اللي بعده فهنبدأ خلاص نوعية الملابس تبدأ تدريجان تختلف خاصة للأطفال اللي هيروح المدارق في الصبح هنبقى معنا فتعة ملابس إضافية لما نحس بدرجات حرام مخافضة هنبدأ نرتديها لكن الـ 48 ساعة القادمة مهم جدا ان احنا نتجنب أشعة الشمس المباشرة لو احنا هنبقى موجودين في الشوارع لان فترة دي الطلبة هيفروجه من المدارس فترة الظاهيرة يبقى معنا غيطاء للرأس الشمسية أو كاب مهم جدا نتناول قدر كبير من السوائل والمرتبات كمان الشابورة المائية خلال شهر عشر هتبدأ كسافتها تزيد خاصة مع انصفات ضربات الحرارة مهم جدا انت الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل قائد المركبات ومسافرين على طرق القيادة بهدوء تام ونتابع كافة تعليمات المروح طيب يا دكتور منارة عموما في شهر عشر احنا بنتكلم عن جو وشكل وعمل ازاي يعني احنا موجة الحر دي هتنكسر طيب الجو هيرجع يحرر تاني ولا ايه بالفعل ان شهر عشر لسه ده يعتبر النص الاول من فصل الخريف النص الاول من فصل الخريف بياخد بعض سمات فصل الصيف هو وارد جدا يتقرر فيه ارتفاع درجات الحرارة لكن احنا ان شاء الله درجات الحرارة تتجه نحو الانخفاض وارد يحصل موجة ارتفاع درجات الحرارة بس مش هتبقى بالشكل الكبير اللي شاهدناه خلال ايام الماضية يمكن احنا بنسجل درجات الحرارة خلال هذي الايام زي فصل الصيف وارد جدا تتقرر الموجات دي على مدار شهر عشر يمكن كمان لمنتصف شهر حداشر ده يعتبر النص الاول من فصل الخريف موسيقى